موسيقى اهلا بكم الى الاخبار من الميادين وفي عنوينها تظاهرات شعبية وموجة غضب رافضة للحروب تنفجر في عواصم اوروبية موسيقى موسيقى فهران تختبر بنجاح اطلاق صاروخ قادر على حمل اقمار صناعية الى الفضاء ووسائل اعلام اسرائيلية تقول ان الخطوة مقلقة جدا لتل ابيب شهيد فلسطينيون برصاص الاحتلال في قرية قرب رام الله وعشرات الاصابات من جراء قمع تظاهرة في القدس موسيقى في مخاضي امريكا الفين واثنين وعشرين ترامب واوباما وبايدن في الولايات المتأرجحة وارقام قياسية للدعايات الانتخابية الموجهة شارك عشرات الاف البريطانيين في تظاهرة وسط العاصمة لندن احتجاجا على ترد الاوضاع المعيشية وللمطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة موسى سرور واكب التظاهرة على الارض موسيقى بريطانيا باتت مكسورة المواطنون يرزحون تحت وطأة ازمة معيشية خانقة في ظل حكومة تعبث بالنظام الديمقراطي هذا هو الاستنتاج الذي توصل اليه عشرات الاف المواطنين الذين خرجوا الى شوارع العاصمة للمطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة من اجل التخلص من حكومة حزب المحافظين الحكومة تنفق اموالا طائلة على اسلحة الدمار الشامل فيما البلاد تعيش ازمة سياسية واقتصادية خانقة فبريطانيا التي تعد من اغنى دول العالم لا يستطيع افراد شعبها توفير التدفئة ويتزايد فيها عدد بنوك الطعام والطلاب يذهبون الى المدارس جائعين المتظاهرون رفعوا لاءاتهم الثلاثة بوجه الحكومة لا لاستمرار خصخصة السكاك الحديدية والبريد والطاقة والمياه ولا للتقشف ولا لتشريعات تحد من تحركات النقابات العمالية الحكومة البريطانية افتعلت حربا في اوكرانيا وتنفق مليارات الجنيهات هناك وتريد من الطبقة العاملة ان تدفع ثمن هذه الحرب سياسة الحكومة الاقتصادية ادت الى زيادة اموال الاثرياء فيما الطبقة العاملة تتدور جوعا كما نددوا بسياسة حكومة المحافظين التي تنفق اموالا طائلة على الحروب فيما يتزايد عدد الفقراء في بريطانيا وتتراجع خدمات مؤسساتها الصحية والاجتماعية يدرك هؤلاء المتظاهرون ان الحكومة لن تغير من سياساتها الاقتصادية طوعا فيضغطون في الشارع لاجبارها على اجراء انتخابات فرلمانية مبكرة مستصر لندن الميادين وفي ايطاليا نظمت احزاب المعارضة الايطالية تظاهرة ضخمة في روما تنديدا بارسال السلاح الى اوكرانيا وباطالة امد الحرب هناك ودعما للسلام وتعد هذه التظاهرة الاولى في اوروبا التي تخرج تحت عنوين واضحة فيما اعلنت حركة خمس نجوم واحزاب يسارية اخرى انها ستحشد لتظاهرات اخرى في كل المدن الايطالية ازمة اوروبا تتفاقم فلا السياسات الحاكمة ولا الانظمة الاقتصادية المهيملة قادرة على اسكات الغضب الشعبي على عتبة فصل الشتاء الذي بدأت عواصفه تنذر بالاسوأ اوروبا على صفيح ساخن في الشارع كما في قاعات البرلمان الغضب يتصاعد ويتوسع بسبب الازمات المتنامية في بنيان الاتحاد الاوروبي على نحو خاص فواحد من كل اربعة اوروبيين لا يستطيع تدفئة منزله او الحصول على كامل واجبات اليوم اضافة الى العجز عن تأمين الواجبات العائلية من مواصلات ومدارس وكهرباء وطبابة بحسب دراسة للنجدة الشعبية الفرنسية السلطات الاوروبية في مأزق غير مسبوق وهي تمضي في تحويل المليارات اسلحة واعتدة الى اوكرانيا على حساب شرائح الموظفين والعمال والاجراء الذين ضاقت بهم سبل الحياة ضيق ينفجر في الشارع تظاهرات صاخبة في المانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا وعواصم اوروبية اخرى لا تطالب بالخبز والكهرباء والتدفئة فقط بل بالانسحاب من المسار الاوروبي لمعادل روسيا ايضا عبر العقوبات وتسليح اوكرانيا واحتمال تحولهما الى حرب مباشرة عداء جر الويلات على جميع القطاعات الاوروبية فاوصل التضخم الى مستويات غير معهودة لا تفسح السلطات عن حقيقتها بحسب الخبراء وسدد ضربات موجعة للصناعة والانتاج كما في المانيا حيث توقفت مئات المصانع والشركات عن العمل وتعاني اخرى من الشلل المسئولية عما آلت اليه احوال اوروبا مزدوجة فمن جهة يتحملها الاقتصاد النيوليبرالي المنحاز للشركات الكبرى واسواق المال والاثرياء على حساب الشعب وكارثة انهيار القدرة الشرائية وتراجع الخدمات العامة وشلل مرافق الدولة ومن جهة ثانية مثلت العقوبات على موسكو والانخراط في تسليح اوكرانيا نزيفا لميزانيات اوروبا وتآكلا في دعم المواطنين وحمايتهم قد يكون اعتراف رئيس الوزراء البريطاني ريتش سونك اخيرا بعجز الدولة عن حل جميع مشاكل المواطنين ودعوة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون قبل فترة الى شد الاحزمة والاستعداد للأسوأ خير تعبيرا عن سقوط اوروبا في الحفرة التي ارادت دفن موسكو فيها اعلن البنتاجون ان الولايات المتحدة ستنشئ في المانيا مجموعة مساعدات جديدة لاوكرانيا وقالت نائبة رئيس المكتب الصحفي في البنتاجون سابرينا سينغ ان المجموعة ستتولى مراقبة وتقديم امدادات الاسلحة الى اوكرانيا على المدى الطويل تحت اشراف قيادة القوات الامريكية في اوروبا قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان اسرائيل تلقت تحذيرا واضحا من روسيا بان محاولة نقل منظومات دفاعية لاوكرانيا بواسطة دولة ثالثة سيكون تجاوزا للخط الاحمر وستكون له تداعيات دعا المستشار الالماني اولاف شولز روسيا الى الاعلان بوضوح انها لن تستخدم اسلحة نووية خلال الحرب في اوكرانيا مشيرا الى ان هذا الامر يمثل حدا لا يجوز تجاوزه روسيا قوة عسكرية عظيمة ولديها اسلحة نووية ومن غير المقبول والمسموح به ان تستخدم الاسلحة النووية في الحرب مع اوكرانيا ندعو روسيا لتعلن بوضوح انها لن تفعل ذلك سيكون هذا حدا لا يجوز تجاوزه قالت صحيفة ديرش بيغل ان المانيا وثماني دول اعضاء اخرى في الاتحاد الاوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على ايران مشيرة الى ان مناقشات تجري في اروقة الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات اضافية عليها بزعم تزويد روسيا بطائرات مسيرة صحيفة ديرش بيغل التي رفضت الكشف عن مصادرها ذكرت انه تم تقديم حزمة عقوبات جديدة ضد طهران تضم 31 اقتراحا تستهدف افرادا ومؤسسات تابعة لقطاع الامن وكذلك الشركات المسؤولة عن ممارسة العنف والقمع في ايران كما جاء في الصحيفة اعلنت القوة الجوفضائية في حرس الثورة نجاح اختبار صاروخ قادر 100 الذي يستطيع حمل الاقمار الصناعية واوضح بيان القوة الجوفضائية ان الصاروخ قادر 100 يستطيع وضع الاقمار الصناعية في مدار الارض وبارتفاع 500 كيلو متر من جهة ثانية كشف قائد القوة الجوفضائية العميد امير علي حاجزادة عن استعدادات لاطلاق قمر تابع لوزارة الاتصالات الايرانية في وقت قريب عبر الصاروخ قادر 100 وفي اول تعليق قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان ايران او اطلاق ايران صاروخا فالسطيا يحمل قمرا صناعيا الى الفضاء هو تطور واستعراض للقوة يقلق اسرائيل كثيرا استطاعت طائرة مسيرة التقاط مشاهد تظهر عمليات فبركة مشاهد لتظاهرات في ايران ويظهر مقطع فيديو مصور قيام مجموعة من مثيري الشغب بملاحقة مواطنين والاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم سيارات واجبار اصحاب المحلات على اغلاق محلهم واحراق الحجار وبحسب مواثقته الكاميرا في مختلف المدن الايرانية تقوم مجموعات من الشبان بقطع الطرقات وانتظار قوى الامن حتى يتم رشقها بالحجارة وتصوير ذلك وارساله الى وسائل الاعلام على انها تظاهرات مطلبية تتصدى لقمع الشرطة ترجمة نانسي قنقر 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 جو بايدن عبر الطرق الدبلوماسية وأكد هزيمة المشروع الأمريكي في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة المسؤولون الأمريكيون وبعد تصريحات الرئيس بايدن غير المدروسة قاموا فورا بتصحيح هذا الموقف وأبلغون عبر القنوات الدبلوماسية أن الولايات المتحدة ليس لها هذا الموقف لكن ليس خافيا بالنسبة لنا أن نية البيت الأبيض منذ 43 عاما كانت دوما بذل المساعي لتغيير النظام في إيران لقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي بصراحة أن تصرفاتكم غير صادقة ولا تدلوا على الرغبة بحل المشاكل هم كانوا يسعون منذ فتة لتنفيذ الخطة باء في إيران وخلال الأسبوع الأخيرة شهد الشعب الإيراني كيف أراد الأمريكيون تنفيذها في البلاد لكنهم هزموا في ذلك وعلى هامش اجتماع مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في طهران أكد أمير عبداللهيان أن صمت المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن حيال جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين شجع قادة هذا الكيان على مواصلة جرائمهم وتوسعة رقعة اعتداءاتهم أكبر منتهك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسبب الصراع والدمار وزعزعة استقرار المنطقة على مدى العقود الماضية هو الكيان الصهيوني المزيف احتلال فلسطين وجزء من أراضي باقي الدول العربية وحرمان الشعب الفلسطيني المظلوم من حقوقه الذاتية انتهاك وتجاهل لقرارات الأمم المتحدة للأسف صمت المؤسسات الدولية وتحديدا مجلس الأمن حيال جرائم الكيان الصهيوني المنظمة شجع قادة هذا الكيان على مواصلة جرائمهم وتوسعة رقعة اعتداءاتهم على باقي بلدان المنطقة وجعلهم أكثر وقاحا تؤكد مراكز الأحصاء في إيران تسجيل جريمة جديدة يوميا اقترفها مثريو الشغب بحق مواطنين إيرانيين عزل كاميرا الميادين دخلت للمرة الأولى كوسيلة إعلامية إلى مركز الباسيج التابع لحرس الثورة في طهران للاستماع إلى الرواية الحقيقية بشأن استشهاد الطالب الحوزوي أرمان علي وردي من جراء التعذيب الذي تعرض له تفاصيل أكثر مع بيسان طراف أرمان علي وردي اسم جديد يستكمل بشهادته مسيرة من سبقه في الدفاع عن أمن بلاده وسيادتها ووحدة شعبها تلخص الدقائق الأخيرة من عمر أرمان حقيقة ما يحدث في إيران كاميرا الميادين تتحرى أكثر عن تفاصيل استشهاد أرمان عبر زيارتها مركز الباسيج التابع لحرس الثورة في طهران عند المدخل تظهر مقتنيات الشهيد وحشية اعتداء مثير الشغب عليه يقول أصدقاء أرمان إنها لا تختلف عن أسلوب داعش في التعذيب والقتل وتنكيل عندما عرفوا أن أرمان من طلبة الحوزة ضربوه بالحجارة وعندما رفض بشدة إيهانة نظام الجمهورية وقائد الثورة نزعوا عنه ملابسه بالكامل وعذبوه بوحشية بالسككين كانت عاملهم مماثلا لداعش وكان واضحا أنهم عناصر مدربون سابقا قوات الباسيج ولدت من رحم الشعب للدفاع عن أعراضه وعن وطنه وهي اليوم مستهدفة على نحو مباشر من مثيري الشغب المدعومين من دول الاستكبار لم يكن أرمان الثائر الوحيد على صناعة الفوضى وخلق الفتنة وعلى مخطط تقسيم البلاد وإثارة الشغب والخراب في إيران مراكز الإحصاء في البلاد تؤكد أن آلة الغدري تسجل كل يوم جريمة جديدة بحق طالب أو شرطي أو مواطن أو إمام مسجد هنا في بيشت زهراء جنوبية طهران تسجل محطتهم الأخيرة محطة وداع تنتزج فيها مشاعر الحزن بالفخر هم أخوة وأبناء وأعزاء قدموا الدماء في سبيل الوطن بيخاطراتتا بيارزويتا دل راك جابرا بيسانط الراف تهران الميادين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية سنج القربى رامالله إلى ذلك أصيب ستون فلسطينيا على الأقل من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة في مدينة القدس وقالت جمعية الهلال الأحمر أن خمسين شخصا أصيبوا بالاختناق وتسعة بالحروق في اليد والرأس كما أصيب شخص من رصاص الحي قرب جامعة القدس في بلدة أبوديس شرقية المدينة جاء ذلك خلال وقفة دعت إليها الأطر الجامعية انتصارا لشهداء الضفة الغربية الفوز الذي حققه اليمين المتطرف في إسرائيل لن ينهي برأي مراقبين حالة الانقسامات الداخلية الحادة يأتي ذلك في ضوء الخطاب السياسي للتيارات الدينية والقومية الذي يعمق الفجوات ويضع مستقبل إسرائيل على المحك هاني فحص والتفاصيل إنجلاء غبار المعركة الانتخابية في إسرائيل لم يحمل معه إنهاء للأزمات المستحكمة في الواقع الإسرائيلي ولا لطبيعة الانقسامات والتوترات بين المكونات والتيارات المختلفة التي كانت سبب الأولى والرئيسي في عدم الاستقرار الحكومي طوال السنوات الماضية نتيجة المعركة التي انتهت بعودة بن يمين نتسنياه المضمونة إلى السلطة على صهوة تيارات دينية قومية متطرفة آثارة الرعب في نفوس التيارات العلمانية الليبرالية التي ضقت ناقوس الخطر من أن نتائج الانتخابات تمثل أخطر تهديد على ما يسمونه الديمقراطية الإسرائيلية منذ قيام إسرائيل قبل أربعة وسبعين عاما خطر فاقمت من حدته استطلاعات الرأي التي تطرح أسئلة قاسية بشأن صورة إسرائيل المستقبلية أقدم إليك معطن يدمي القلوبة ائتلاف الحركات الشبابية الذي سيجتمع مناصروه يوم الأحد في ذكرى رابين بادر إلى إجراء استطلاع أظهر أن ثلثة شبان لا يعرف من قتل رابين والأسوأ من ذلك أن الثلثة الثاني لا يريد التجند في الجيش والأخطر من ذلك كله أن الثلثة الأخيرة يعتقد أن دولة إسرائيل لن تبقى قائمة بعد 25 عاما معلقون أشار إلى أن مكمن القلق ومن شاءه يكمنان في الخطاب السياسي والاجتماعي للتيارات الدينية القومية الذي يعد بتغيير قواعد عمل القضاء وتشريع قوانين تخدم الأجندة الدينية والاجتماعية والثقافية للتيارات الدينية والقومية الأمر الذي من شأنه زيادة حدة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي أبعد من التابعات السياسية الحزبية لنتائج الانتخابات تظهر بقوة التابعات الاجتماعية التي ستكون لها تأثيرات استراتيجية بعيدة المدى ومن تجليات هذه التابعات نسبة التصويت العالية التي حصلت عليها الصهيونية الدينية داخل الجيش الإسرائيلي والتي بلغت 20% والارتفاع الكبير لتصويت اليهود في المدن المختلطة لمصلحة تيار الصهيونية الدينية الذي تضاعف أربع مرات في بعض المدن في إشارة إلى ارتفاع منسوب التحريض والعنصرية تجاه فلسطيني الثمانية والأربعين أحيت السفارة السعودية في لبنان الذكرى الثالثة والثلاثين لتوقيع اتفاق الطائف بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاتي ومسؤولين لبنانيين حاليين وسابقين فيما غابت كتل برلمانية وازنة عن اللقاء عباس الصباغ والتفاصيل إنها ذكر اتفاق الطائفي الذي أسكت أصوات المدافع في لبنان اتفاق لا يزال الجدل بشأنه مستمرا وبشأن كانت بنوده قد طبقت أو أن تطبيق بعضها كان منطقسا السعودية التي استضافت توقيع الاتفاق قبل 33 عاما أرادت من خلال إحياء الذكرى في بيروتا إعادة تذكير بأن دورها لا يزال على حاله في بلد أنهكه التمييز في النظرة إلى أبنائه السفير السعودي بدى كأنه الحريص الأوحد على الاتفاق بعدما أطيح لقاء حواري دعت إليه السفارة السويسرية وصبقته دعوة فرنسية إلى عقد اجتماعي جديد في لبنان من خلال زياراتنا إلى الإليزي والأكدوا لنا تماما أن لن يكون هناك أي نية مثل هذا الطرح لدعوة لنقاش طائف أو تعديل الدستور ممثل بطريك الماروني شدد على خصائص لبنان الفريدة لبنان له خصائص بعيشه المشترك والسوي بين المسلمين والمسيحيين وهو مثل يحدث في العالم كله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ولي جمبات استعاد المحطات التاريخية التي سبقت التوصل إلى اتفاق الطائف وصول الطائف وغلط حبيت أعطيت محطات تاريخية ثم اليوم ذكرت بضرورة تطبيق الطائف بيعدي البلوده منها مجلس الشيوخ مثلا الاحتفالية بذكرى الاتفاق تكررت فيها عبارات المنتدى الجامع لكن نظرة سريعة إلى الحضور تظهر تغييب أو غياب شريحة لبنانية وازنة لا يمكن إصلاحات بغياب أحد وحزب الله هو شريحة أساسية في المكون السياسي اللبناني وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون طبعا اتفاق الطائفي جاء على وقع شغور في سدة الرئاسة وللمصادفة فإن إحياء ذكرى تأتي في خضم الشغور عينه والاحتفال طبعه تغييب مكون أساسي من أطياف المجتمع اللبناني وبدأ أشبه بمحاولة لاستعادة نفوذ يتراجع أكثر مما هو دفع في اتجاه تطبيق ما تم تجاهله على مدى 33 عاما عباس صباغ بيروت الميادين انتخب حزب التجمع الوطني في فرنسا جوردان بارديلا رئيسا جديدا للحزب خلفا لمارين لوبان بعد استقالة الأخيرة من منصبها وفاز بارديلا بأغلبية ساحقة بحصولها على أكثر من 84% من الأصوات لوبان قالت أن استقالتها قبل الانتخابات الرئاسية لا تعني أنها ستترك الحزب وبارديلا هو أول رئيسا للحزب من خارج عائلة لوبان أغنية كاتيوشا الروسية التي اشتهرت أيام الحرب الوطنية العظمى أصبحت رمزا للإيمان بالنصر يستحضرها الروس اليوم في العيد الوطني أو ما يعرفه بيوم الوحدة الشعبية الذي تغيب الاحتفالات الصاخبة فيه هذا العام بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأمر الذي يسحب أيضا على جمهورية القرم التي تعد نسخة مصغرة عن روسيا من القرم سلام العبيد والتفاصيل بعيدا عن الاعتبارات السياسية والخلفية التاريخية ليوم الوحدة الشعبية الذي غدا عيدا وطنيا لروسيا منذ عام 2005 تبقى الأنجاد العسكرية الروسية الملهمة للوحدة وحب الوطن والمآثر أغنية كاتيوشا اشتهرت أيام الحرب الوطنية العظمى لأنها زرعت الإيمان في النصر والعودة إلى الحبيبة وبناء الحياة السلمية ثمت رمزية كبيرة في أغنية كاتيوشا فهي تعبر عن حب الإنسان للوطن والحب بين حبيبين والوثاء والإخلاص والإيمان بالنصر لذلك هي أفضل ما يمكن أن ينشد في العيد الوطني في روسيا يقارنون اليوم بالأمس يقولون إنهم يقاتلون النازية كما قبل ثمانية عقود ويناضلون من أجل إعادة اللحمة ولم الشمل الرسالة الرئيسية لهذه الفعالية هي أننا لا نريد الحرب نحن شعب متنوع ومتعدد القوميات وعشنا على مدى قرون من دون تفرقة جنبا إلى جنب نحن نريد السلام أغنية كاتيوشا الشهيرة تغنى بلغات مختلفة تجسيدا للتنوع العرقي والحضاري الذي تشتهر به شبه جزيرة القرن سلام العبيد السلفروبال الميادين فاصل قصير بعده مخاض أمريكا 2022 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة